موسيقى وفي سنة خمس وخمسين أي ستمائة وخمسة وخمسين هجري مات صاحب مصر الملك المعز أيبك التركماني قاتلته زوجته شجرة الدر في غيره التفت لا يوجد أي مشكلة عند المعرقة دواعش التدليس من شجرة الدر الخائنة الغادرة لأنها من الدولة السلاحية القدسية وصارت سلطانة وملكة وأميرة مؤمنين وخليفة الله وخليفة رسوله لا يوجد غدر لا يوجد خيانة لا يوجد قتل لا يوجد معصية لا يوجد خيانة زوجية لا يوجد عقوبة هو سلطان وأمير مؤمنين وهي سلطانة وأميرة مؤمنين هو خليفة وهي خليفة هو مفترض الطاعة وهي مفترض الطاعة وضاعت الأحكام وضاعت العقوبات وضاعت القصاص فعن أي حدود وأي قصاص يتحدث دواعش هذا العصر وهؤلاء أئمتهم في الدول القدسية المقدسة عند ابن تيمية وجرت فتنة مهولة ببغداد بين الناس في سنة 655 هجري يقول وجرت فتنة مهولة ببغداد بين الناس وبين الرافضة بين الناس وبين الرافضة وقتل أدة من الفريقين وعظم البلاء وأنهب الكرخ فحنق ابن العلقمي الوزير الرافضي وكاتب هولاكو وطمعه في العراق أقول مأجزتينية كبرى في إهباط علمهم بالغيب حيث كشفوا للعالمين جميعا أن هولاكو الوديع الوسيم اللطيف الرحيم الصالح المصلح لم يكن يختر على باله أبدا غزو العراق وبغداد وأسقاط خلافتها حتى غير فكره ومخططه وعزمه وتحركه ابن العلقمي فاستجاب هولاكو لابن العلقمي فجأة وبدون تردد ولا أي نقاش أو استفسار يكمل يقول فجأت وصل هولاكو إلى بغداد وفي الباطن معهم فرمانات لغير واحد فجأة وصل هولاكو إلى بغداد وفي الباطن معهم فرمانات لغير واحد لأكثر من شخص لأكثر من رمز لأكثر من عالم لأكثر من فقيه لأكثر من مسؤول لأكثر من منوك معهم كتب من علاقة أوامر مغولية سلطانية مغولية تعينات مؤامرات طلبات والخليفة لا يدري ما يتم الذهب يقول كل ما حصل يقول والخليفة لا يدري ما يتم وصاحب دمشق شاب غر جبان فبعث ولده الطفل مع الحافظي بتقادم وتحف إلى هولاكو فخضع له ومصر في التراب بعد قتل المعز وصاحب الروم قد هرب إلى بلاد الأشكري فتمرد هولاكو وتجبر والكلام الذهبي فتمرد هولاكو وتجبر واستولى على الممالك وعاث جرده الكفر يقتلون ويأسرون ويحرقون أقول ذكرت كل تلك الأسباب يا ذهبي وفرعت عليها تمرد هولاكو وتجبره فلماذا استثنيت بغداد من هذه القاعدة والأسباب التي أدت إلى استيلاء هولاكو على البلدان أو أنك غفلت هنا عن أن ابن العلقم هو الذي غربه وحث هولاكو على غزو تلك البلدان كلها ترجمة نانسي قنقر قنقر وعاشبتال